محاربة الجرائم الماسعة بالاقتصاد الوطني تمكنت مرة أخرى مصالح أمن وليتة من رصد ممثلة بالفرقة الاقتصادية والمالية وفيما عملية نوعية من ضبط وحجز كمية جد معتبرة من المواد الغدائية الواسعة الاستهلاك تتمثله في 14,760 لتر من ماتد زيت المائدة 37 طن و325 كيلوغرام من مادة فارينة إضافة إلى 300 لتر من مادة المازود مع حجز أربع مركبات كانت تستعمل كوساء النقل توقيف عشرة أشخاص يشتبه تورطهم في القضية التفاصيل تعود لورود معلومات جد مؤكدة لمصالحنا تفيد بعزم بعض الأشخاص على تهريم مواد غدائية واسعة الاستهلاك تخضع لرخص التنقل الجمركي من الطراب الوطني تجاه دول المجاورة عليه وفي الساعات الأولى من تاريخ 15 جوان 2022 بعد إعداد خطة أمنية محكمة التنسيق مع النيابة المحلية تم توقيف المشتبه فيهم في حال ترب